مرشا لا تقديم ملح لكن ضرور تكون عندك الفتاة وأدلمه تدين شخص أرض بجي أنا للمكافلتها فساد ونقدم لهم ملح فنقول لهم مرح سيدم ساحل ملح فويدان تقياني وسائل العباء وسائل العباء مذاعة ونسموعة هي الراجعة في الصرمان موجود للنشطاء على منصات التواصلة الاجتماعية أكيد جدا في صرمان هنا في ناشط اجتماعي صرمان كلها تسمعها حقوق الإنسان والإجان المرأة نقول للمؤسسات الأمنية الجرس وشرطة الجيش أنت نستخدمها أنا كمدرية تعمل صرمان لما درت خطة أمنية قوات الجيش أنت خلقها يعني أقرب نقطة لمن قال إن كانت غيروا فأنا أتقرب بركة طالعا لكن هل سوف تقلون معك لتأمن مركز السياحية صح ألا مش هندنا مراقبين دوليين مراقبين الدوليين ماشنا ساعة مشتريل حلو اللي هي مراقبين الاختراع التي هي مش قولنا حميل مدارك استدى مركة اقتراع استدى مطبق النخابي المدارك مش امن بها جهاز مرافق التعلانية بشتغل معي بشتغل معي بشتغل معي بشتغل معي بشتغل معي ابناء التجريف في فترة ما كانت التجريف عن طريق الانتخابات الدردية هم يلير هم يلير رفن الوطني هم يلير بيانات سيضطر لي على مناصرين سواء ناخب أو ناخب سيضطر لي على الحركة لانه ما يصير لي مشكلة مثلا في مركز الانتخابي في سرمان المركز المركز هذا فيه 3.000 ناخب و3.000 ناخب ينتمو لزعيم التيار السياسي و 3.000 ناخب الوزارة الدخلية مهور فضعف مني لا اليوم الصحفاق الانتخابي يسترب على الامن الرياضي الامن الرياضي حتى شغل في الحال الامن الانتخابي يتراه مهور فضعف مني كمدريت امن أنا لديه مطلوب شخص مطلوب الشخص المطلوب هو مشجر خطر في مدريته مصر يأتي و ينتخل تقضي عليه ينخل 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 و ينخل و ينخل ينخل مرات الشخص هو مضروس من قبل أطراع مصر ينخل يقول لك يقضي على المدرية و ينسكروه مركز التراع و ينخل هنا هنا بيتيزة مصر أولا ليس لديه غرفة عمليار و ليس لديه خطة ليس لنظر انه هو مطلوب يقول لك ليس لديه مطلوب خارج المركز ليس لديه منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني لماذا نستفيد منه؟ توعية و تفقيل توعية و تفقيل عندما ينخل مثقف و وعي سيساعدني في الأمن أنا عندي اتخابات مجلس بلدي سرمان نجيب رئيس المنظمة المجتمع المدني و نقول له يعني ضرور المدير حملات توعية و تثقفية تور المفوضية الفترة الماضية اتجهت للمدارس محمد الله اتجهت للمدارس و نشطني طلبة الشهادة الثانوية طلبة الشهادة الثانوية العمجاب يبضى 18 سنة يعطوا فيه حقها يوروا فيه انتراب من حقك تبدى ناخذ أعقيد نبيل علي المرأي ودارة تامين وحماية الانتخابات الإدارة العامة للعملية بخصوص ورش الأمل عن مقصرح مركبة الربا ودارة تامين وحماية الانتخابات التنصيق مع المقردين أولي الانتخابات ليقامة عديد من ورش من العمل ومدوريات المنطقة العربية برداء اليوم الزورة مدينة الساعة الخارج والعجلات ومدينة سراطة اليوم نحن في مدري تمصر وذلك التعريف من الانتخابات ومخروم الأمل الانتخابي وكذلك الدورة الانتخابية والعنف الانتخابي ومخاطة التي قد تواجه العملية التخابية برمسناه اليوم داخل المدرية تقام حالياً ورشة العمل العاشرة والمستهلفة طبعاً موضفات مدرية الأمل كذلك مكتب السجل المدني أسلمان وقسم جوازات أسلمان وكذلك مجموعة من الموضفات الحرس البلدي داخل البلدية وذلك للتعريف من الانتخابات ودور المرأة في أي استحقاء انتخابي داخل هذه البلدية شكراً رحمة الرحيم علي هنا توكل وبهنسعين عميد يوزف مبيرش مساعد مدير أمس رمال للشون العلماء اليوم الأسبوع الثاني لدورة الانتخابات الأسبوع الأول جمعت مجموعة من رجال الأمل أكلت بيومين من المحاضرات وهذا الأسبوع الثاني خاص بالعنص النسائي هذه الدورة دورة الانتخابات تشرف عليها دارة العامة للعملية الانتخابات تحت دارة العامة للانتخابات الأغياسية أو البرلمانية أو البلدية اليوم كان فيه تجمع نساء والشركات فيه من أدويات الحرس البلدي والأحوال المدنية وأيضاً موظفات تدارية أمن سرمان كان العدف المستهدف لهذه الدورة لا يقل عن عشرين موظفة في هذا اليوم أو أكثر من ذلك هدف من هذه الدورة أو فالد للدورة العامة؟ هو تزويد الأخوات ماشي ولا لا بمعلومات أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئيسية أو البلدية حتى يحضرهم لمراكز الانتخابات وتبزوا على مراكز أخذ فكرة من خلال المحاضرة التي تطلتها من زملائنا من الإدارة العامة للعملية الانتخابات في التوليد حيام كذلك عندنا أمن مراقب المنشآات لأمننا مصارف لهدف الحياة اشتركوا في القناة